ليه بطلت بعد ضياء وقت؟ ليه بقيت دايقنا؟ يعني ليه بقيت دايقنا وتبطئ وتضياء وقت؟ من نصحك إنك تبطئ؟ أنا بيتحس إن أنت بتتصاب وبتقوم تلعب وبتقوم تضياء شواء فعلاً يعني بتتعور وبتقوم تكمل إيه هذا التغير من أكثر شرق الأكثر الغرب ده؟ هو أنا أصلاً قبل ما بطل أنا مكنتش بضياء وقت يعني كاتل الأمور أنا كنت بباوز الديني يا خلال كنت بباوز المطش نعم لما تussian things you want تضيائج مع مدرب ريناء عالي تدعم مع مدرب السرع في الأداء والحركة يكبرك أو يكبر أي جون انك لازم تمشي أو تتقلم على هذا العمل لما تنعم مع ك Repeat كان في التمرين يقول له لو هوا له في اللعبة أو أي شيء في التمرين لأن اللي في التمرين طبعاً هينطبق في المطش اللعبة هتبدأ توقف بدل من اللعبة تجري وبتاع لو هديت هايقفوا صحيح كان ريتم من كابتن سامي ريتم سريع جداً ما ينفعش أنامشي عكس المدير الفني يعني هيغير هيجيب واحد يلعب بسرعة فأنا مشيت بالطريقة فلاقيت أن الموضوع لا يعني هي هي لا لقيت الموضوع حلو اللي هو اللي هي الموضوع كويس نحن كم المطش عادي طلعاً الموضوع مفيد جداً أن أنا طول ما أنا شغال أصلاً أصلاً أخبرت لا هيجيلك هيجيلك يعني أنت لو وقفت ضيعت وقت مثلاً أو هديت لعب ممكن تجيلك في ديئة 92 واحدة تباوز الدنيا صح فالأمور ماشت فالحمد لله بعمل أسستات والأمور الحمد لله دلوقتي فيها حكام بتنزل بتقول لي إيه ده بقى عشان أنت بتلعب بسرعة وإيه ده ناخده نفسنا أصلاً الحكام أولاً بقولك دلوقتي كده الأحكام كانوا بيجوا يشتجوا معنا كده وكنت بتنزروا أنا في الأودة والله قد كده والله وإنت في الأودة صحيح دلوقتي مجلبش عليك أنا وأنا بفرج على المطش هتقول يا أه والله وأنا بتفرج أنا بتتدايب النفس أقفها يا مطش أقول المطش داي فيه الهاني سليمان فيه 95 ديئة ضعية للنهار دلوقتي والله خلاص يعني بقى ليه ثلاث سنين والوقتي الضيع بقى دقتين ثلاثة هاي سألك سؤال السبع اللي أمانه قاوش إن شاء الله عمري طويل بإذن الله في الملاعب وتكمل كمان عشر سنين يعني كمان يا رب